لكن أنا سمعت التصريحين البليلي يقول التصريح الأول يقول بلي أنا بعد نهاية الموسمة رح نقعد مع الرئيس وإذا تفقنا رح نكمل والتصريح تاع البارح يقول أنا الآن ما عندي عروض لكني رح نكمل هنا في النقطتين هذه واش تفهم؟ تفهم بلي هو فالعقد التاعه ما هو عقد عادي كان عنده تقدر تقول العقد العادي يقول لسني أنظم موسمين يبقى موسمين في ملودة الجزائر لكن لما يكون فاوض على هشام كي قل لك باللي أنا تفهمت مع الرئيس وقال لك عطيني 500 ميل أورو بشي يروح للفريق ترجي تولسي سأبير ك سأبير كي أنا جايك لها أنا جايك لها أنا جايك لها أنا جايك لها شوف هو مدير أنا لفنونت كونترا في اللفنون هذا عنده بند يقول بلي أنا في نهاية الموسم إذا قررت المواصلة نعاود التفاوض مجدداً على الراتب التاعي ولا حبي تنغادر نمد نصم درجان ندي ملودة الجزائر معناتها البند هذا لو كان يفعلوا بالليلي في أي لحظة رح يكون حر معناتها ما عندوش عقطع موسمين لذا بعد نهاية الموسم مباشرة الأب بتاعه والوالد والابن مشوا عند الرئيس باش يتفاوضوا على التجديد لأنه عنده بند يسمح له أنه يكون يحب يغادر يقدر يغادر لكن لما مشا عند الرئيس على حساب وش عنا كومديزيكو نقدر نكونوا صحاح نقدر نكونوا غالطين الرئيس قرر إيه أنا قبله رح هنا نقطة الاستفان كانت مفاجأة هدرتك المفاجأة هو منتظرهاش هو منتظر باللي المردود اللي عديته في الموسم هذا والشي اللي قدمته في الموسم هذا وحنا دينا بوطولة وبالليلي والناس كاملت عيط عليا والناس كاملت فرح بيا أنا انتظرت أنه كنت جي نتكلم معك أنت يا سيد الرئيس تقولي نعم أنا قابل بها نزيد نعطيك نزيد لك إضافة في الراتب لكن بليلي يقول في تصريحاته يا هشام يا بوعود نعم لم أطلب زيادة في الراتب ما الذي قال للسيد حاجر جم لما تصل به الأب قال له أخويا خليه يروح ويجيب لي سانسوميلورو علش انت ما طلبت حتى راتب ما طلبت تجديد ما طلبت حتى حاجة ها قاعد روح دير فاكونس تاك تخلص لي فاكونس روح تبدأ تدريبات يوم الموعد تعلار بريس جديد لتدريبات تاك لماذا ذهبت لحاجر جم وش عندك معاه إلا ماكش راح تطلب بالتجديد يعني راح ترفع من راتب تاك كنت قادر تروح تدير لأطلاع تاك سيفية ومبعد جيل فريمة يعني تقول هشام بعود لكي نوضح الصورة أكثر لمتابعين الأعزاء عبر قناة الشروق السبب الوحيد الذي يجعل بالليلة يتفاوض مع مولودية الجزائر في الفترة الحالية هو رفع الراتب فقط إن لم يتفاوض على رفع الراتب فلا يوجود لمفاوضة لماذا؟ أنا يقول لك هو عنده عقد وعنده الملحق العقد اللي يسمح له أنه لو كان يحب إراتب يحب يغادر يدفع شرط جزائي ولو كان يحب يجدد يعني يقدر يطلب من الرئيس باش يزيد يرفعه من الراتب ماذا يقصد بليلي عدم يقول اتصالاتي لا يجيب عنها رئيس مجلس الإدارة هو حب يوضح للرأي لأم على أنه أنا راني ندير في اللعلية باش نبقى في الفريق حتى وإلى غادرت غدوا مثل ومونيش من جهتي درت اللي علية تصلت بالرئيس وحبيت أن أكد له بلي مانيش راح نرفع من الراتب وكذا وكذا لكن مرد شعلية هو في نظره وقال هذا الكلام لكن الرئيس عنده رأي أخر احنا ما زال ما سمعنا تصريحة الرئيس مردية الجزائر لما تسمع رئيس مردية الجزائر وش رايح يصرح في الحالة دي أنا قدر أن نحكمه على هذه القاضية لأنه تسمع من جهة واحدة من عند بالليلي وما تسمع من عند الحجر جم ممكن تعطي الحق لبالليلي تقول تعالي شميرو تشعلية الرئيس تعو سيد روح بيقوات